اغتال مسلحون ملثمون عنصرا في الحزام الأمني الليلة الماضية في العاصمة المؤقتة عدن وقالت مصادر محلية إن مسلحين ملثمين أطلقوا النار على الجندي محمد جعول الجحف قرب محطة لبيع الوقود عند الطريق الفاصلة بين مديريتي المنصورة والبريقة وأردوه قتيلا على الفور وهذه عملية الاغتيال الثانية خلال 24 الساعة الماضية في مدينة عدن بعدما اغتال مسلحون مجهولون جنديا في الحزام الأمني في حي العريش في مديريتي خرمكسر شرقي المدينة